كذلك من الأحكام في هذه الأيام الأضحية الأضحية حكم الأضحية ما هو حكمها؟ سنة مؤكدة وليست بواجبة يقول شيخ الجليل السالمي رحمه الله تعالى سنة بتأكيد لنيل أجري أضحية تذبح يوم النحر سنة بتأكيد لنيل أجري أضحية تذبح يوم النحر فهي إذن سنة مؤكدة وليست واجبة والناس أيضا يخلطون في هذا الأمر بين الوجوب وبين السنة فتحصل كثير منهم يسألون يقول لك أنا ما قادر أضحي علي إثم لا ما قادر ما عنده ما يضحي علي إثم لا هذه سنة مؤكدة والإنسان أيضا لا يترك سنة مؤكدة إلا إذا كان مع ظروف من الطاري كما ذكرنا مثلا ما قادر وما عنده ما مستطيع وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يتا في الحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملنا حب من الله عز وجل من هراقة دم وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع الأرض فطيبوا بها نفسا فإذا على الإنسان أن لا يفوت هذا الأمر وأن لا يفوت هذه السنة المؤكدة طيب عن من تخزي هذه الاضحية تخزي عن أهل المنزل كله ولو كثيروا واح ما شاء الله الزواج أربع حريمة لأنه أربع حريمة لا يعيش من الكلام أربع حريمة وعندما شاء الله خير من الأولاد وعدد الذه أربعين ولد ولا ستين ولد ويضحى عنهم فقط يضحي واحد عنهم كلهم عنهم كلهم لأنه هو من يضحي هو صاحب المنزل وهو العائل لهذا المنزل ولو كثيروا فليس كما مثل ما مثل زكاة الفطر لأن بعضهم يعني يلخبط في هذا ما سيظن كما زكاة الفطر كل واحد عنه عنه مقدار لا هذا لو كان قلنا كذا كانت مشكلة هذا هو عنده كم والد فإن شاء الله وشقة تقع نعم طيب متى يكون وقت الأضحية وقت الأضحية بعد صلاة العيد يوم النحر إلى الزوال بعد صلاة العيد يوم النحر إلى الزوال بدأ قوله بدأ قوله تعالى فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر ولا تنزي قبل صلاة العيد بعض الناس يستعقلوا قال لك ما شوقت حسن يذبح قبل قبل أذان الفقر أعرف أنه يذبحين في الليل هذا من كلام عن عيد الأضحى وليس عيد الفطر عيد الفطر مفتوح مجال لكن عن عيد لا أضحى يعني بعض الناس يستعقلوا ويدبح بعد صلاة الفجر ما ترى الآية فصلي لربك وانحر ما صلاة الفجر وأن ما عيد صلاة العيد وبعض الناس يذبح في الليل لا الزوال يكون بعد صلاة العيد لذلك نعم يعني ضحية مرتين باشي بس إذا عنده يضحى حتى عشر مرات من المرتين لكن عدت فقال ضحية واحدة هي وعند ذلك زيادة الحقية طيب أذاكي كلها لحم لذلك الحديث ما يقول ومن نسك قبل الصلاة فتنك شاته لحم شات لحم تعتبار ويصح تأخيرها إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق إلى قبل صلى الله إلى ما قبل غروب قبل غروب يصح تأخيرها إلى ما قبل غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق الذي هو اليوم ثلاث عشر قبل أن تغرب العصر يعني في المسألة في المسألة التي تقع فيها يعني تفديل التواريخ وأراد الناس أن يحطاطون في هذه المسائل يعني يأخروا ما لازم في اليوم أو اليوم الثالث يوم الثاني ويوم الثالث بضحي نعم لذلك وشيخنا السالمي عندما ذكر في البداية عندما قال سنة بتأكيل لينين الأجري وضحية تذبح يوم من نحن قال وفي ثلاث بعدها والمستحب من بعد أن صليت عيدا قبل وجب وفي ثلاث بعدها والمستحب من بعد أن صليت عيدا قبل وجب فإذن تكون في ثلاث أيام تقوز تقوز اليوم العاشر حادي عشر ثاني عشر ثالث عشر قبل أن تغرب الشمس تقزي نعم طيب أيضا من المسائن ماذا يفعل بالضحية هذه إنسان يضحي ماذا يفعل بالضحية لكن بعضهم يوكلها كلها تقسم يقسم هذه الرضحية ثالث تقسها قسم يأكل منه يأكله وقسم يتدخره وقسم يتصدق به قسم يتصدق به لحديث لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكلوا وتصدقوا واتدخروا فكلوا وتصدقوا واتدخروا فالإنسان يعني ماكله يأكله ولكنه أيضا يتصدق به وإنما وسطية وسطية طيب لو أنه مثلا أسقطنا الدخار قال واحد الحمب المثلين ما يكفين بعدنا نظمة إن شاء الله الأولاد عنده يوكلوا مرة واحدة كلها في العيد لا بأس المهم أنهم ما يسي عنهم ما يتصدق ما يتدخر برأيهم لكن لا ينسي أنهم لا يتصدقوا يتصدقوا ترجمة نانسي قنقر